تحت رعاية معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة انطلقت أعمال المؤتمر السنوي الثاني للأمراض المعدية وذلك بتنظيم من وزارة الصحة ممثلة بوحودة الأمراض المعدية بمجمع السلمانية الطبي ويشارك في المؤتمر أكثر من 500 مشارك من داخل البحرين وخارجها للوقوف في وجه كل ما قد يعكر رسم ملامح مستقبل أفضل تملأه الصحة والسلامة والطمأنينة في مجتمع يخلو من الأمراض وابتداء من مكافحة العدوى ومعالجة الأمراض المعدية يأتي المؤتمر السنوي الثاني للأمراض المعدية تحت شعار مواجهة التحديات حيث يتخذ من التحديات الجدية والخطيرة التي تواجه الخطط الصحية والعملية العلاجية في مجال الأمراض المعدية شعارا له الأهمية من هذا المؤتمر أن نحن نقلق شبكة تعاوني ما بين جميع الخصائيين كون أعداد الخصائيين الأمراض المعدية في العالم يكونوا منحدود جدا فنبني نتبادل الخبرات ما بينهم عشان نبني قاعدة قوية تكون إن شاء الله في مملكة البحرين التي تكون تواجه أي تحديات لقد الله قد تصاحبها في الأعوام الياء إن شاء الله ظهور سلالات غير معروفة من الفيروسات والميكروبات المسببة للأمراض تحدث بشكل مفاجئ وتنتقل عابرة للحدود بين الدول فإنها تشكل تحديا كبيرا لمجمل المنظومة الصحية في كل بلدان العالم وبدون استثناء حيث تم تسجيل وبائيات طريقة مثل إنفلونزا الطيور وإنفلونزا الخنازير وإيبولا وأخيرا فيروس كورونا الذي يشكل خير دليل على التحدي الذي تمثله مثل هذه الميكروبات هذا المؤتمر تتركز على إنه راح يتعامل مع جميع ويعرض آخر المستجدات في مجال الأمراض المعدية في أهم الأمراض اللي ممكن تقابل العاملين الصحيين سواء كان هذا العامل في المستشفيات ولا كان في العيادات الخارجية أو في رعاية الصحية سواء كان طبيب أو ممرض أو حتى صيدلاني راح يتعامل معهم أو راح يشوف حالات من هذا القبيل برنامج علمي حافل على مدى يومين يغطي كافة القطاعات اللي مهمة في الأمراض المعدية محاضرتي راح تكون عن مرض الإيدز المستجدات وآخر المستجدات والبحوث العلمية سنة 2016 كانت سنة حاسمة لمرضى الإيدز كان في تغييرات كثيرة في طريقة العلاج نوعية العلاج أيضا في الخرطة العالمية لهذا المرض ونظرا لهذه المايكروبات والفيروسات التي تطال جميع دول العالم فالضرورة حتمية نحو محاربة الأمراض المعدية ما يحتم على أهمية أن تكون الأنظمة الصحية جاهزة ومستعدة للتصدي لمثل هذه التحديات ومواجهتها بأفضل الأساليب وأكثرها جدوى من المؤتمر السنوي الثاني للأمراض المعدية يبحث آخر التطورات لوضع الخطط الاستراتيجية والفعالة لمكافحة العدوى وعلاج الأمراض المعدية إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين